رحب جلالة الملك عبدالله الثاني بملك مملكة النرويج هارلود الخامس وعيقيلته سونيا بعد زيارته مال الأردن التي تعتبر الأولى لهما في الشرق الأوسط وقد حضر جلالته والضيف النرويجي حفل افتتاح منتدى الأعمال الأردني النرويجي الذي شارك فيه قادة أعمال من البلدين كما اصطحب جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك رانيا العبدالله جلالة الملك هارلود الخامس وجلالة الملك سونيا في زيارة إلى موقع عماد سيد المسيح في البحر الميت حيث استبعوا هناك بحضور سمو الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس وسمو الأمير علي بن الحسين إلى شرح قدمه مدير عام الموقع المهندس رسطم مكيجيان حول القيمة الأثرية للموقع كما قدم الأب نبيل حداد عضو هيئة المغطس شرحا عن أهمية الموقع الدينية للعالم المسيحي مشيرا إلى ما يتميز به الأردن من عيش مشترك ووئام وقيم محبة وسلام وكان بين الحضور عدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي وعضاء السفارة النرويجية في الأردن وجوقة البيزنطية بقيادة الدكتور حسام حداد التي أدت مجموعة من الترانيم الدينية حسب التقص البيزنطي على صعيد متصل قام العاهل النرويجي وزوجته بزيارة كنيسة القديس جوارجوس في مادبة واستمعا من النائب البطرياركي في مادبة قدس الإرشمندريت رفائيل إلى شرح موجز عن تاريخ الكنيسة والخارطة الفسيفسائية الموجودة فيها وفي ختام الزيارة قدم الإرشمندريت رفائيل هدية تذكرية للملك النرويجي تحمل رسمة الخارطة الفسيفسائية الموجودة في الكنيسة وشجرة مادبة